سحر طبختها كنور ورشتها مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ست النكهات إن شاء الله اليوم رح تقضوا معنا وقت حلو وحلقة حلوة بالمرحلة الأولى من برنامج ست النكهات شف علا أهلا وسهلا شو الأخبار؟ تمام الحمد لله وين صديقك؟ شف تيمور ما بعرف إحنا كأنه اليوم تأخر هو كأنه كل يوم بتأخر مش كأنه اليوم تأخر بس هو كأنه زعلان اليوم مش متأخر كأنه زعلان عنده مشكلة في العنصرين نساء بالحلقة مش عارك بحلول القصة يا ستة طب والتحكيم خلص إحنا مندبر حلو مندبرها يالله فضل لستي اليوم شف تيمور طبعا وقت لما بلشنا الحلقة خافت عن جد أنه يكون زعل فحكيت بيني وبين نفسي أنه كبنا نكمل الحلقة يعني أنا وشف ديمة هو لازم يكون موجود شو أخبارك شف؟ تمام سأقول هيك بدون شف تيمور ما بارت أشعار فأنا حتى في أشي غلط شف تيمور شف تيمور شف تيمور خارج لا هذه زعلة رسمي ما بدنا حدا يزعل خير خلص هو عنده مشكلة من أنه صار عنده خير شف سال خير أستاذ شو منور شف بس البريق ممكن تسخن شف تيمورك القاعدة مش مناسبة أبدا أنا بتصور لو تيجي تقوير جنب الشف ديما بتكون مرتاح أكتر الله هي لو سمحتوا انت جاي شوية مي سخنة نعم كمل القهوة الله يرضى عليك هناك شغلة مهمة مع وراء الكواليس أنه ديما وعلاء كثير صحبات والمعدة والمخرجة كمان صحبات فصار فيه حزب نسائي قوي جدا لدرجة أنه لما أجوا يبلشوا بالحلقة نسيوني وبلشوا ثري تو وان وفتتحوا الحلقة وأنا مش هون فقررت أني ما أرد على حدا وأخذ الكرسي وأقعد بين المتصابقات كيف حالكم؟ نورين مع بعض المحبة عم بتفوق الصداقة سألنا قصلك أنا مضطر أتطر أكمل الحلقات معكم للنهائي نعم نستقبل المتصابقات نستقبل المتصابقات شف تيمور نعم 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 وداعا الله نعم تطرنا نعم كيف حالكم؟ الله يجعله الله يجعله كما تعلمون برنامج ست النكاد في السنوات الماضية لدينا مشكلة لماذا جعلت؟ المشكلة أنه أنا وأنتم يعني ديمة وعلى يعرفون أنا وأنتم لا يعرف ما هو المكون السري لازم نعرف اليوم ما هو المكون السري لكي تخبركم ما هو المكون السري معاكم 30 ثانية تختاروا الأطلاق تفضلوا إليها نحن المكون السري في العادة نختاره من مكونات أساسية موجودة عندنا في البيت فالمكون السري اللي اخترناه اليوم الطحينة تمام؟ تمام صبايا إن شاء الله أطلاقه حلوة منوعة بيقدروا يختاروا أشياء حلوة تدخل بكتير طبخة ممتاز طيب هلما عرفتوا أيش مكون السري 30 ثانية تفضلوا احوام أخذ وقتك أخذ نفس جميل 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 طحينة أنا بدي أعمل زهرة بطحينة مع لحمة مفرومة ورز أبيض وجنبها ساحن سلطة متأكدة متأكدة حلو أخذ مفرومة أخذ مفرومة حلوة سبايا أذكركم أن منتجات كنور لدينا أوسعة لدينا بهارات هذه السنة بالإضافة للخلطات لدينا بهارات 11 بهار وبهارات البطاطا ممكن أنكم تستخدموها بالوصفات وعندنا كمان خلطات ومرقة الدجاج الفورية تمام طيب على السريع رح أخبركم هلأ قبل ما تبلشوا طبخ أنه في سلات أمامكم هذول السلات معاكم دقيقتين تروحوا على سور ماركت تختاروا المكونات اللي أنت بتحتاجوها عشان تصنعوا الطبق معنا اليوم لكن لازم تعرفوا أن احنا ضفنا كمان بند هاي السنة اللي هو المرحلة الأولى ما تتعدوا بشراء المكونات أكثر من 15 دينار جاهزين؟ جاهزين دقيقتين تفضلوا إلينا يلا يا صبايا صبايا ما تنسوا أي شيء من الأغراض لأنه ما في رجع بعد ما يخلص الوقت الوقت كثير بطير بسرعة دقيقة و 15 ثانية هذا الخضار صح؟ خذي مش مشكلة عادي؟ آآ 50 ثانية يلا 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 لا تنسوا المكون السري أسرع يا ألا 20 ثانية 10 5 ثانية خمس ثوانية لو فستي معنا بهالبرنامج وين بدك توصلي؟ بدي أطور من حالي موسيقى 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 شفص خلوني أتأكد من ميزانية الصبايا اليوم كيفك يا حلوة؟ تمام شو الأخبار؟ لو سمحتي بدنا نطلع الأغراض ونحسب تقريبا نشوف إذا قدرت تتقيدي معنا اليوم بالميزانية خبز التورتية خبز التورتية ولبن دينار ونص وجاج تمام دينارين ونص لوز بقدونس تاما وليمون وبصل بالإضافة للرز والرز يعني هيك أغراضك تقريبا كلياتها تطلع على 8-7 ونص تمانية ممتاز طيب هلأ أنت بي أجدك تزيني باللوز؟ باللوز والبقدونس والبهارات طبعا عندك وعندك خلطات البهارات موجودة أمامك حبيبتي يلا نبدأ يلا هاي رز أوكي دينار هاي لحمة واللحمة ثلاثة والزهرة والخز حلو واللبن نص وفلفلة ولمون وبصل وبندور ممتاز هلأ أنت رح تعملي سلطة زهرة بالطحينية وجنبها سلطة ورز ورز بنظرك بيتلحق بالنسبة ساعة بإذن الله الله يوفقكم تمام صبايا جاهزين بالنسبة لأطباق الصبايا اليوم حبيت اختيارهم للأطباق يعني كان اختياراتهم ذكية سواء الزهرة بالطحينة أو فتت الشاورمة يا ست ألا ويا ست أروا أول شيء احنا مبسوطين أنتم معانا اليوم بالبرنامج شكرا اختياركم وتكونوا جزء من هذا البرنامج يعني أنتم طبخات ماهرات فاليوم ضروري تورجوا وتطلعوا هاي المهارة لإلنا وللمشاهدين أكيد الطبخة عبارة عن 30 دقيقة يجب أن تصنعوا ثلاث أطباق الثلاث أطباق حاولوا يكونوا أذكياء في السكب والكميات 30 دقيقة مع السكب هاي مهمة جدا استغلوا كل دقيقة وركزوا وهم شيء منكم تنبسطوا معنا متشابه جاهزين؟ اطلق الصاف راشد يلا شوف علاه بلش ركض بدنا حرب بالمطبخ اليوم زي الحرب اللي هون حاسة مقاديرهم قليلة اللي معاهم دير شو حارفة يعني انه كفتة شورما مثلا فيه جاج الزاغ الحالة وجبة هون عم بحكي مثلا للفتة الجاج والخبز أوكي والرز بس قصدي مواد اللي بتستخدمهم للتزيين أنا قصدي عادة مثلا فتة شورما حلوين حطوا لها مخلال 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 أعرفتلي حاسة مقادير قليلة ونفس الشي قولي هناك بس مع انه يعني الأكل هناك تقليدية يعني زهرة ولحمة صبايا بحب اذكركم وزي ما بذكر كل حلقة انه العلامات هاي السنة مبنية على عدة نقاط عنا أول إش الطعم الإبداع الكمية النظافة وتنظيم الوقت وزدنا هاي السنة الميزانية أتقيد بالميزانية اللي هي 15 دينار إيش عم تعملي يا أروه أنا بدي أبلش أشوح اللحمة زي ما بدي أعلى الخضرة شوي بعدها أركب الرز وبلش وقل الزهرة حلو حلو لما تستعملوا الأفران الكهربائية رجاء ما تشيلوا المجالي عنها أنا بتفصل حسنا يعني خلاص بس تحطيها أول ما تشيلها عم تفصل يس ما تحطي بهارات هم بحط ملاح فلفل أسود كامون فابريكا زنجبيل وتومة تمام وبالإضافة للبن والتومة والتومة أول إشي غسلت الرز حطيته على الغاز مع مي وزيته وملح وخليته ينسلك نقعت إججاج مجموعة إبهارات مع اللبن والتومة وخليته شوية نقعت إذا أخذت الطحينة ما تفصل حتى تحضر وطلعت لي طحينة ومعي نص ساعة نعم كما سأفعل كفتة بطحينة حلو أو أذهب إلى فكرة الفتة سهلة تشعر بها من الأشياء السهلة أن أعطيها وطبقها صحيح تايمور أنا أعمل زي.. زي شف ديمة كفتة كفتة بطحنية طيبة مش عشان ايه عشان زمان عنها يعني بس قلت انت طحنية ستتفكر والله زمان عنها هون الغاز عن بطاطا و طيب خلينا أنا أنزل اللي عندك الغاز أشرح لك مرة واحدة عشان ما نضلناش كل الحلقة إيش الغاز والغاز يالله أوكي ماشي الغاز والغاز يا شيف الغاز والغاز يا شيف يالله أوكي يا شيف ماشي أي واحدة على هاي بدي أشتغل على هاي و هاي طيب ماشي هاي 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 شغالي سبعة تمام لك ترفعيها كمان هيها تمام رفعي هيك هاي ثماني يصلا شغالي هون هاي ما تخليها تسعة عشان إيش ما يفصل معك لا لا تمام هاي هاي نرفع عليها رح أضيف خلطة اللح داع شري براء شميهم شوفي المكونات هم تلبق مع الأكل زي ما بدك شوف ديما عزيزتي احنا قبل ما تبدأ الحلقة حكينا شوي عن الطحينة في فرق بين الطحينية والطحينة معلومة حلوة عشبتني لا أنا بقولي مكان بصير في لخبة الناس بيحكوا كلمة الطحينية هي الطحينية السلطة الطحينة هي المادة اسمها الطحينة الطحينية هي صلاتتنا العربية نعم اللي يعني البقدونسية مثلا مع البندورة مو بتختلف المسميات من بلد لبلد نعم صحيح بس الطحينة هي المكون الأساس يعني احنا شوف تيمور أبدا ما فلي تجاهل بس تناقشنا شوي المايك معك نعم قبل الحلقة ايش بتسميها ايش بتسمي المادة ايش مكونات الطحينية لا انا بحس انه في لغط انه الطحينة 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 هي هاي الطحينة الطحينية هي السلطة بس ايش فيها مكونة الطحينية مش فارقة اللي هي بقدونسية اللي هي مع بندورة حسب كيف تعملها بس هل ما بتنسن وبتصير زي سلطة اسمها طحينية هاي بضوية هاي وهاي ألا وأروه صامارك من الوقت عشر دقائق معاكم عشر دقائق يلا توا عنيش حسرا هاحا ها يخطى seواين والحمن حسنا لانا تتقلت عن اللحمة بده يباImستخدم من المنتجات نور على حبيبتي أرى الناوين وصلتي أعطى الت selbst طنجرة فيها مي صخنة و شوية زيت و بديه اضعوا مليح يصلك الرؤوس ممignon و genuinely حاصل المقلاي عشان ابداش عشا اصلى واجهزوا الخبز جاهز 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 يا سيدي يا سيدي على التقطيع شكلكم الدربة على التقطيع هاليومين بزيادة بزيادة شوي يعني صح أروامي شجاك تشتركي معنا والله أنا جوزة شف بس بالإمارات مش هون هاي تدريب تقطيع السكينة شكله عند المعلم مش هاي برافو هو داعمني يعني ما شاء الله عليك بيعطيك أبكار في المطبخ طبعا كل إشي هو شف حلويات ولا أكل عادي ممتاز ما شاء الله بيعطيكي حية مطبخية كل إشي بتساعدك وبشتغل أنوية يعني لما بصير أي مناسب أي إشي أنوية بتعمله تواصي ولا لا والله لا بس بشتغل أنا ويا بكل إشي يعني حلو أبتلي دعمك ولا كان مش كتير حالي تشتركي هو ما كان بده يعني أشترك ليه؟ أنا قللي من كم سنة بقول لي لا خلص ما تشتركي ليه؟ أنا عندي وقت فراغ كبير بتقول لا بدي أشترك ليش بديك تشتركي؟ أنا عندي وقت فراغ متفضية ما عندي حدا لحالي بالبيت هلا أوم سافر أنا بروح وبهاجي بظني عند أهلي عند الحماية أيوه بتعبي وقت فراغي كيفية طبق؟ ما في إشي عندي وألاء مين شجعك؟ أنا أهلي وزوجي زوجك بتعملي تواصل تعملي إشي؟ كنت بس حاليا وقفت لأنه أنا عندي باب صغير والدي جديد ماشاعدة الله الله يفضلوك الله يبارك فيك طيب أروح أاشر لو فست معنا بهالبرنامج وين بدك توصلي؟ بدي أوصل بدي أطور من حالي بدي أعمل يعني حابة أعمل مشروعي لي حلو طيب وألاء قولي لنا إذا فست معنا بالبرنامج وين حابة توصلي؟ حابة أشتغل بشغلة معينة يعني أنا أعملها أتدرب عليها كثير منيح وأبلش منها وأكمل على مطبخ الإنتاج اللي كنت أنا فتحيته ماذا كنت بمطبخك الإنتاج وتعملي؟ أكثر إشي تواصل أكل و كيف أنت تشتغلي؟ هون أنا بدي أضيف مليح على الرز وابدي أضيف هون عندي كمان يلا برافو تواصل أكل عربي شرقي كل إشي يعني نوعا ما مرق من الوقت 13 دقيقة يالله يا شيف نظل معاكم 17 يالله يالله هلأ عملي وراك وراك الرياضيات يا شيف والله يا شيف أنا اليوم متاركة حلقة لإلك كذا شيف علاه سأكون يعني ما وراء الكواليس كملوا حكي أما أنت ما شاء الله سمعنا أنك مخرج ومعد و كبير إضاءة كمان ما هو الواحد إذا ما بتعلمه ما بتطور يا شيف نعم صحيح هون دعلي الزهرة أنا شوف أيوة نزلت الزهرة الله عليك يا ما أضغطي على الزيت يا بس عبين ما يهدى شوي عشاني غسلت الزهرة اتصفت بس لسه عندما أضغطي على الزيت رح يطلع بخار البخار رح يشكل مي المي رح تنزل على الزيت واضطرتش الدنيا يالله نشفيهم شوي اوكي نحن أحسن لك لا ترفع المقلع عن هذا سيقوم معاك نعم نعم موسيقى بدنا نذكر على ضرورة نظافة الستيشن أثناء الشغل لأنه رح يكون في عليها علامات أنا هون حطيت مقلعي عشان أعمل الشورمة أبلش فيها وهنا الرز وهي اللوز بدي أعمل الخبز بعمل بعدها الصلصة حلو هلا بدي أضيف المنتج يالله نعم يالله اللبهرات يالله والمرقة طبعا سبايا رح 15 دقيقة وضايا 15 دقيقة يعني صرنا من نص الحلقة فهلا رح نطلع فاصل صغير ونرجع لكم أيوة أنا أريد أن أحل الطحين يا شف يلا حياتي يلا ظل معكم آخر دقيقة يلا يلا ثواني يا شف ثواني يلا يلا ثواني صبايا ظل معاكم 15 دقيقة وبدنا زي ما منذكر دايما أنه هدول 15 دقيقة اللي ظلوا هما مع تقديم الأطباء وبس دي أوطي على الرس لمس لمس مش راضي كان عشان عليه من البخار كيف سيحصل السالب؟ أوكي لا وطي لا تمام؟ تمام، شكرا أسلم أديك شف عالا اليوم شكلك مستمتعة كثير ما رأيك في أداؤهم لحد الآن؟ يعني صراحة في صبايا مثلا على الطول بيبين أداؤهم متمكنين بالخطوات عارفين شو بيتم يعملوا بتحس إنه فيه يعني المخطط جد رسموه في راسهم كيف بيتهم يعملوا الوصفة في تركيز في تركيز في صبايا بيحسوا شوي بتوتروا الزيادر بتضيع شوي في المطبخ بتفصل بخصوص الطحين المكون السري هو مكون حلو واحنا بنستخدمه بكل بيوت يعني مش غريب علينا باستخدامه يعني له طرق كثير عدة وسهل ألا أتوقع صار لازم تنزلي الدجاج ما ضال كثير وقت حبتتي زيت بالمقلة أه حبتت بصفة دمشون بصفة أيوه أنا بدأ أخلط الصلاة وأجهزها أهلا 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 أروا طبعاً بتكم بتشدوا حيكم شوي لأنه في واحدة فيك لأنه في واحدة أكيد فيكم رح تتأهل معانا اليوم تطلع معانا للمرحلة الثانية وتستمر معانا بالبرنامج لا ممكن يكون لها فرصة إنها تفوز بلقب ست النكهات اللي جائزته هاي السنة حسنًا بالنسبة لوقتهم أثناء الستيشن أو على الستيشن كانوا كثير متقيدين بالوقت وكانوا منظمين مقسمين خطواتهم بطريقة ذكية ست ألاء وست أرواح أوكي يا شيف ضل معاكم 12 دقيقة يال وبخلال هاي الأثناء قدم معنا ضل معاكم 12 دقيقة مع السكب نعم حلوين هنا صارت الزهرة على النار واللحمة خالصة والرز على النار ونفس الشيء الدجاج عم بتقلة واللبن عمان يعني من هون لعشرة دقائق ممكن مع أنه اليوم هو الإعلان الرسمي للحرب الباردة لأنه نفسنا في عواصف خارجية بس هذا لا يعني أنه الشيف علا والشيف دي هم نوريني اليوم لللبس الحلو الحمد لله شيف علا لبس تراثي جميل لابيك لك ما شاء الله عليك شكرا 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 شيف ديما يا جماعة الخير لازم دائما الله يسعلي السيدات نعطيهم دائما طاقة إيجابية شكرا شكرا للمهنيتك تفصل الشغل حلو أنا عم بفصل الشغل لكن مشكلة مش هون المشكلة أنه هذا الكلام أنا عم بحكيه قاعد أنا مضطر أحكيه لأنه مفتوب عندي بالعقد بند بند بالعقد الحديث عن ملابس الشفات والكلام الجميل شكرا 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 طبعا بغض النظر عن أي شيء بصير جو الحلقة شيف تيمور شيف أخ وبيعمل جوي كثير حلو عنا في الحلقة وأكيد إحنا ما منقدر نستغنى عنه يلا يلا يا سبايا يلا يا شيف يلا عشر دقائق عشر دقائق أنا بس تمام عشان بشتغل أكثر مني أنا بفكر قاعد شو طلبو لنا الإعداد أكل عندك زهرة بطحينة فتت شاورمة اليوم طيب يا شفس كحديث جانبي حتى نفتح نقاش لطيف مع شف تيمور والشف علا شيف علا من أكثر إنسان بحياتك يعطيك طاقة إيجابية أو لما تكون كثير داون بتحب يكون هذا الشخص حواليك؟ صراحة صراحة شيف ديم حجاب ونعم من هذا لي أحلطة ونعم من هذا ونعم من هذا a أخير فترة يعني نوري هيكا بعطيه نشكر نوع من نور ونعم نور تعطي نفس المده أجد عباكي وإذا بدك نبعد شوية مثلا عن العائلة نحكي مثلا بين الأصدقاء والناس اللي حواليك أو التي تشتغل معهم في شخص بكون مرة أصدقاء بيعطيكي هاي الطاقة؟ صراحة أنا أكثر حدا تيعطيني طاقة إيجابية دعونا أحكي فترة هاي من ثلاثة السنين و جاي هي بنتي الصغيرة ديالة ما شاء الله عليها ما شاء الله شو إنها متفائلة شو إنها يعني أنا صرت أصحاب أنو إياها هلا بصفر رابع حبيبة ألي لما وعياتي شوي وهيك يعني عمجات طاقة إيجابية كتير كبيرة الله يحميها أنا أدي أحل الطحين يا شف يلا حياتي يلا صحيح معاكم تمن دقائق يا ست ألاء وياسة أروه 8 دقائق مع السكن نعم شف ديما شف تايمور مين أكثر شخص بحياتك خارج نطاق العائلة يعطيك طاقة إيجابية والله شوفي بصراحة الإعداد فعلا بعطيني طاقة إيجابية يعني الإعداد لما بصبح فيه قبل ما أوصل على البرنامج النظرة بعيون وهو الإخراج نسمي من الحب و ولكن ما عدتنا الجميلة سلمة هذا برضو عشان أنا العقد يعني آآ برضو أنا عاقبة مضطر أنا يعني مضطر أجامل كل حدا اليوم شف تيما صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخيرات ضايد معنا سبعة دقائق ننعرف مين راح يتأهل معنا لمرحلة الثانية برنامج ست النكات رمضان عشرين ثلاثة وعشرين سأضع فيها معلقة لبان ثم سأضع ثومة سأضع بعض البهارات الكنور وأسنها على الغاز سأضغليها واجهد يا سيدي أوكي وألا أنا عم أستنى في الرز والشاورمة الخبزات إذا جاهزين نشيليهم لا للصدايل بس بدهم بدهم شوي طيب خلاص خليهم على جنب وقت معكي وقت حلو هاي بلش الجاج ياخد عندك لون حلو ولطيف أبس بدي شوي وبدأ أجهزه صحون السكت ممتاز ضايد معاكم خمس دقائق يالله يعشفت وصلصة اللبن حضرتيها مش هيك ألا أنا جاهز عندي صلصة اللبن يالله يالله يا صبايا أروف ماحضت بحاراتي؟ أريد أن أستخدم الآن شكرا حسنا على الزهرة وشكرا إلى الزهرة بس أطلحها أريد أن أرشيها من بودرة الجاش حسنا ماذا استعملت لها؟ لحمة لحمة إن أستخدمت لحمة الأشب أريد أن أستخدم الآن تلقيت نور في العادة الزهرة إنه قليل بها راتها طبعاً فا.. كممون بروري اه شوية هيل يؤمن هيل مأطلوبة وقت الطبخ مناسب 30 دقيقة مع تنظيم الخطوات مع تنظيم الخطوات وترتيب الأفكار يعني أهم إشي الوحدي ترتب أفكارها وتنظيم يعني هي بينها وبين حالها وبعدها ستبالش آه أداعا هيك لا هل بدأ ضيين؟ بدي أسنة الزهرة أنا بعدين أنزل عليها الزهرة وأنزل اللحمه لكن لما أعتقد أنه لا ي旨ف أستعجلوا يلا يلا إعادتهم اصلوا لك معك 110 ثواني هااااااااااااااااااااو فادي أسنة الزهرة دقيقة وأربعين ثانية أنا أريد أن الزهر تأخذ لون أرغو ألا ستين ثانية وقت الطبخ كويس كافي لأنه طول ما أنا عارف خطواتي وعارف من نظم وقتي في المطبخ وعارف الخطوات اللي بدي أشغل عليها أموري بالتمام عارف كل إشي خمسين ثانية أربعين ثانية ثلاثين ثواني يا شف تيمور وقف الساعة يا شف تيمور يلا شوي بس ثواني ثواني يا شف تيمور وقف الساعة لأنه طحينا أصلا لما بتغلي بتشد زيادة عشرين ثانية أسرع يلا يا شف عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاث اثنين واحد يعطيكم العافية يلا يا شف اللي ما خلت سكب يكمل السكب يلا أوكي عشان بعدها نشوف الأطباق ونضوق ونحكي ونعرف مين راح ينتقل معنا للمرحلة الثانية برنامج ستة نكات عشرين ثلاثة وعشرين مروى اليوم في وقت شكرا إليك صراحة أنا لطحيني بحبها نكة الثوم تبيتها واضحة ولي راح تطلع معنا للمرحلة الثانية في موسم الكرم والضيافة هي ترجمة نانسي قنقر وقائل موسيقى 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 يعطيكم ألف عافية صبايا رح نتذوق الأطباق ونعطيكم رأينا فيهم أكيد رح نبدأ من عند طبق ألع فتت الشورماء أول شي شكرا أنك كنت معنا اليوم في برنامج ست النكات غلبناكي حاطناك تحت ضغط لمدة 30 دقيقة إن شاء الله تكوني بسطي معنا أنا بالنسبة لي كان فيه عندك خطوات تكتيكية ممتازة يعني أنا بحب الشخص المتمكن وفاهم إيش المكونات اللي أمامه وبعرف كيف تتعامل معها خاصة إذا كان فيه درجة حرارة يعني أنت لما قررتي تسلقي الرز أنا بصراحة كان هاي بالنسبة لي قول فيه ذكاء ما أغلبت حالك أنك تحطي عيارات وانتهى الموضوع نكهة الجاج ممتازة جدا محتدلة ذكية فيه اختيارك للطبق بس في مرات شغلات بتسير لازم ننتبه ونأخذ بعين الاعتبار يعني أنا مثلا بالنسبة لي إلي لما يطلع عندي قطعة محروقة فممكن يعني تخيلي حالك أنت في مطعم قطع لك مثلا إيشي محروقة بيخرب لك كل الطعم فلازم بعرف أنك معجوقة بس ذمان حطيت تحت الضغط بعرف تفهمي طريقة التفكير إنه لازم أنتبه على كون صحيح بلسك عادة عن ذلك سلم إديكي شكرا شف علا يعطيك ألف عافية ألا الله يعافيكي بالنسبة للصحين أنا تعليق شوي على الخبز أنتي ليه ما قلتي بزيد غزير شوي غلبك و أخذ منك وقت كثير بالشغل بيطلع كلياته ذهبي ومقرمش صراحة أنا لطحانية بحبها نكهة الثوم تبيتها واضحة فحبيت كثير يعني نفسك في الأكل شكرا يعطيك ألف عافية شكرا أنا كمان كنت خايفة شوي وأنت على الستيشن عم بتطلع إنه أحكي تلحقي ما تلحقي كانت متوترة ولكن النتيجة نهائية طلعت معاك صراحة ممتازة يعني مثلا تتبيلت الدجاج عندي بيرفكت كثير طيب عندي يعني ما أخذ على الخبز بس أريد يحكوا عنه الشفس لأنه خبز التورتية بالتحديد كثير بيشعطوا بسرعة فلازم يا يكون زيت كثير غزير يا أما حتى لو مش كثير غزير بس تضلك تقلبي فيه طول الوقت وعينك عليه زي اللوز زي المكسرات كنت بحب يكون التزيين شوي أحلى لو جبنا شوية رمان لو جبنا شوية بطاطا مقلية أليناها حطيناها مع فتة الشورمة خلل أي شيء ممكن كان يغني أكتر في طريقة التزيين فقط أما الطعم عندك كثير طيب سلام إيديك تعليقات الشفات كلها مزبوطة وهم أصحاب الإختصاص يعني والخبرة فهم قدرة نحن دوء الطبق التاني ليهو طبق أروى الزهرة بالطحينة مروا نعم يا شيف اليوم اللي أنت عملتيه أنا بالنسبة لإلي كست بيت في وقتي شكرا إليك كثير حلو الصحن اللي عملتيه اليوم شكرا لأن أنا ما بطلع على السلطة أنا بطلع على التقطيع وعلى التزيين وحتى على الشغلات الصغيرة زي شرحة اللمونة اللي معمولة في طريقة الوجه هؤلاء الشغلات البسيطة هم اللي برفعوا بالصحن معتدل متناسق الصلصة مخلوطة بشكل جميل بالنسبة لطبق الرئيسي أنا جدا سعيد باختيارك بنوع الطبق الكميات متناسقة لكن ملاحظتي الوحيدة اللي أنا عندي إياهل إليك أنت خطفتي أجمل إشي بالزهرة الزهرة إيش اللي خطفته إنها فتفتت معي الحبة لا أجمل إشي في الزهرة و الزهرة نفسها الزهرة نفسها عشان هيك اسمها زهرة فحلو كتير لما أنا أشوف اللون الذهبي طبع الزهرة أوكي وما أغلفه بالسوس الأبيض ممكن أحط السوس على الجنب ممكن أحطه بطريقة خفيفة حواليه عد عن ذلك طعم ممتاز بدأتي صحة وعشفه يعطيك ألف عافية الله يعافيكي طبعا بالنسبة للزهرة ما رح أحكي أكتر من الحكاعة شريف تيمور بس أنا تعليقي كأنه اللحمة كميتها قليلة في الصحن باقي ما باقي أنا صراحة كنت تابعتك بكل الخطوات ممتعة جداً سيطرة على المطبخ وعارفة إش بدك تعملي يعطيك ألف عافية الله يعافيكي رائعة كنت بصراحة بالمطبخ منظمة أكلتك طيبة مرغوبة طريقة تطبيقها حلوة رح أعلق نفس تعليق الشف على إنه أنا برضه ما عندي لحمة غير قطعتين صغار كان بالصحن ولكن بيرفكت وطريقة تقديمك للسلطة وإضافة الليمون يعني رائعة شكراً شكراً إليك الله يعافيكي هلا بالنسبة لتعليقات الشفات بنتها يعني بتقبل أي انتقاد لإنه هذا إشي إلي إني أحسن لإشي يعني لقدام شف تيمور نعم تواصل معي فريق الإعداد مبروك عليك أنت فريق الإعداد في إلك ديليفري في إلك هدية اليوم طيب بصير بس أخلص جمع لا الهدية أهم من الجمع طيب بارك علي خمسة فضل شف يا سلام خلينا نشوف ننشتغل شف حتى حتى طريقة تلفة مش بنفس ها هلا بنا نشوف أين بضاحي نننتقل معنا ها ننتقل معنا كده إيوة يشف يلا أعطيني هاي عنك أشكرك طيب خلينا أحكي لأفريق الإعداد وين راح ده بطارية تعال صاحبي أخدها تعال خدها لو سمحت إذا بدك تجيب هدية نكمل الهدية للآخر وحط لي فيها بطاريات تعال ننور نرسي شكرا حط فيها بطارياتين تين واجب ليها حقا جاي بالنسبة لأهالي حاسبة هالحركة مش علي أنه يدخلوا لي أهالي حاسبة وأنه هم حاسين معاين نازل بحث بالرياضيات وكذا بس ما حسبوا الشيغلة كاملة في جمع نقاط ست بنود اللي بتجيب أعلى هي راح تنتقل معنا للمرحلة الثانية من برنامب ست النكات رمضان 2023 وإذا راح تطلع معنا للمرحلة الثانية في موسم الكرم والضيافة هي أروى الفمبروك مبروك أروى بدعتوا ألا 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 أشتغلت شكرا لكم أهلا برأيي بالنتيجة لكل مجتهد النصيب لكل واحد عارف الحطواته وعارف إيش بده الحياة وهيك مشاهدينا منكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامب ست النكات من تلك الحلقة بتغادرنا إحدى المتسابقات وتستمر معنا الثاني للمرحلة اللي بعدها نراكم غدا في نفس الموعد الألاقم موسيقى موسيقى